مجلس لهم الأنباء أهلا بكم أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم التزامه وحكومته بنهج السلام الدائم وفق المرجعية الأساسية جاء ذلك خلال لقائه في الرياض ومعه أعضاء المجلس عطمان مرجلي وفرج الوحسني والمبعوث الأمبي هانس جروندبرغ إلى ذلك أكد رئيس بحثة الاتحاد الأوروبي دعم جهود تمديد الهدنة والبناء عليها للتواصل إلى السلام من جهة أكد السفير الصعودي لدى اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في اليمن لتمديد الهدنة للتواصل إلى وقف شامل لإطلاق النار عبرت بحثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن قلقها البالغ زى السمراء للوفيات والإصابات بين صفوف المدنيين في الحديدة بسبب الدخائر المتفجرة وقالت البحثة في بيان إنه تم الإبلاغ عن وقوع أكثر من مئة قتيل وإصابة 141 في الحديدة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى منذ شهر نوفمبر 2021 مشيرة إلى أنه تم تسجيل وقوع 15 ضحية جراء الألغام الأرضية والمتفجرات خلال ثلاثة الأيام الماضية بما في ذلك وفاة طفل وإصابة 12 طفلا آخرين وأجددت البحثة دعوتها لانتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطغير المناطق المنوثة في المحافظة شهدت محافظة مأرب عاظا عسكريا مهيبا واحتفاءا واسعا بمناسبة العيد الوطني الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وشارك في الاحتفالية رئيس الحكومة معين عبد الملك وعضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني الفريق ركن صغير بن عزيز وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية وشاركت وحدات عسكرية وأمنية من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في العرض إلى ذلك خرج العديد من المواطنين في مدينتين مكلة والسيئون بحضر موت للاحتفال بذكرى ثورة السبتمبر وجاب المواطنون في مسيرة كبيرة عددا من الشوارع رافعين عالم الجمهورية احتفاءا بالذكرى الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأظهر مقطع فيديو نشره الناشطون قيام قوات الأمن باعتراض سيارات المواطنين أثناء خروجهم للاحتفال في مدينة مكلة وفي السياق ذاته خرج عدد من المواطنين في صنعاء احتفاءا بذكرى الثورة مؤكدين أهمية التمسك بأهدافها والدفاع عن الجمهورية وبناء الدولة أعلنت منظمة الصحة العالمية تابعة للأمم المتحدة أن 46% من أطفال اليمن يعانون مرض التقزم وسط انتشار سوء التغذية في البلاد وقالت المنظمة في تقرير لها أن نحو 46% من الأطفال دون سن الخامسة في اليمن يعانون من التقزم المزمن الذي سيوعيق نموهم العقلي والبدني وانتاجيتهم مدى الحياة مع زيادة التعرض للأمراض المزمنة في مرحلة البلوغ وأشارت إلى أن ذلك يعرض رأس المال البشرير الخطر لافتة إلى أن التقديرات تشير أيضا إلى أن ما لا يقل عن 362 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد والمزمن على حد سوى انتهى الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر